بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نصلنا للتمرين الثاني صفحة 171 من كتاب النجاح في الرياضيات دائما مع درس المستقيم في المستوى لنفس التمرين بالنسبة للنجاح أو الماتماتيك بالنسبة لتخونكم بيوف نعتبر المتجهات التالية يعني المتجهة V والمتجهة W كل متجهة معرفة بإحداثيتها حدد العددين X و Y لكي يكون المتجهة W تساوي X المتجهة E زائد Y المتجهة V إذن كيفاش غاد نحدو هاد X و Y إذن عدنا متجهة W كتساوي X المتجهة E زائد Y المتجهة V إذن باش نحدو X و Y خصنا نعرفه الإحداثيات دي المتجهة W و الإحداثيات دي المتجهة هاد غاد نعتبره متجهة واحدة يعني المجموع متجهتين X إزائد Y و غندروا التساوي ديال الأفصل مع التساوي ديال الأرتوب إذا تبقوا معي باش تفهمهم زيان هاد تمرين هذا تمرين ما سهلش ولكن غاد نحاول نبسطه ما أمكن إن شاء الله إذا عندنا عندنا الإحداثيات ديال E عندنا المتجهة E كتساوي 2E زائد G هذا كيعني إن المتجهة E إحداثيات ديالها الأفصل هو 2 دائما الأفصل والمعامل ديال E والأرتوب والمعامل ديال G هنا لا يوجد أولو لأنه ربحة لكي 1 جاي لأن الأرتوب هو 1 نحن نريد XU لذلك هنا سنضرب المتجهة X في المتجهة E فإن شفنا المتجهة ضرب متجهة في عدد شفناها في الحساب المتجي على ما أظن فإن شفناه متجهة في عدد حقيقي كا فإن شفناه الأفصل نضربه في نفس العدد والأرتوب نضربه في نفس العدد يعني جوج سنضربها في X هي جوج X و Y سنضربها في X يعني 1 في X هي X إذا الإحداثيات ديال المتجهة XA هما 2X والأرتوب هو X واضح نعقله على هذه إذا نضرب إحداثيات ديال المتجهة YV عندنا V تساوي 3A ناقص 2J هذا يعني أن الإحداثيات ديال المتجهة V الأفصل هو 3 المعامل ديال E والأرتوب هو ناقص جوج حينت هنا عندنا زائد بحال ناقص جوج في J إذا الناقص جوج هو الأرتوب ديال المتجهة V هاد V سنضربها في Y إذا Y في V إذا عدد حقيقي إذا X 3 سنضربها في Y هي 3Y و ناقص جوج سنضربها في Y هي ناقص جوج Y سنجمع هاد المتجهتين هادو الإحداثيات ديال المتجهة XA زائد المتجهة Y V كنعرفوا الإحداثيات ديال المتجهتين الأفصل كنزيده على الأفصل والأرتوب زائد الأرتوب يعني 2X زائد 3Y هو الأفصل ديال هاد المتجهة هادو و هادو المتجهة XA زائد YV والأرتوب يعني X زائد ناقص زائد ناقص 2Y و ضح هادو 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 هي الإحداثيات ديال XA زائد YV و احنا عندنا هادو المتجهة هادو كتساوي المتجهة هادو المتجهة هادو المتجهة ناقص 4Y زائد 3J ده كيعني أن الإحداثيات ديال المتجهة هادو المتجهة الأفصل هو ناقص ربعة والأرتوب هو ثلاثة و ضح إذا بشكل متجهة ضو هادو المتجهة يعني الأفصل ديال المتجهة ضو Portuguese يصاوي الأفس REALLY ولداء المتجهة والأرتوب ديال المتجهة ضو إذن ولدينا ضو axe تساوي X U زائد YV يعني أن الأفصول يساوي الأفصول يعني 2x زائد 3y كتساوي ناقص 4 والأرتوب كتساوي الأرتوب يعني x ناقص 2y كتساوي 3 واضح وهكذا عندنا جوش المجاهل يعني حصلنا على نظمة نظمة عندنا فيها جوش المجاهل x و y ده بالحال ديال هاد النظمة غدي نحضو به x و y الحال ديال النظمة راش شوف السنة الماضية هنا عندنا x ناقص ناقص غدي نحلوها بطريقة التعويض ولا بطريقة التعليف الخطية اللي بغيتو ناقص غدي نخدموه بالتعويض كيف يباللي أبسط دهن هنا x غدي نكتبوها بدلالة y غدي نحول عندي ناقص 2y غدي نحول زائد 2y هنا بقاش عندي ثلاثة من زائد ثلاثة غنشد هاد x هادي غدي نعوضها بالقيمة دياله في المعادلة الأولى عندي 2x x غدي نقول عندي هي هاد 2y زائد ثلاثة زائد ثلاثة y كتساوي 4 واضح وهنا غدي نكمل هنا خلاق التعويض اللي بغير راجعا راجعوا الثروس ديال الثالثة الباضية ديال الندمات غدي نعودن دلوه احنا ولكن مازال ان وراء هذا الدرس ان شاء الله غدي نديروا الدرس ديال المعادلات و الندمات غدي ندروا ندنا غنكمل لحل ديال هاد الندمات غدي ندروا النشر هنا 2x2 y هي 4y هي 2 في 3 هي 6 ساивает 30Y تساوي 4 هنا سنحتافظه بهد x تساوي 2Y حتى اللقاو bro ونعوده لكي نلقاوه X إذا هنا 4Y زائي 3Y هي 7Y تساوي هنا 6 غنحوله ستقولي ناقص 6 هنا عندنا ناقص 4 ناقص 4 عفوا ناقص 6 و ناقص 4 ناقص 10 لا مشات لك غير هذا الناقص ستقولي عندك ناقص 6 زائد 4 ستقولي ناقص 4 لا مشات لك Y خطأ ستعود ب X لذلك حاول ترد البال مع هذه الإشارة هذه مشكلتها هنا 2Y زائد 3 هنا Y ستقومي ناقص 10 ستقومي ناقص 10 ستقومي ناقص 10 ستقومي بالمعادلة الثانية ستقومي ناقص Y ستقومي كما ناقص 6 و . ستقوم Bi ستقومي ناقص 10 هي 21 على سبعة لكي يقول لدي نفس المقام هنا Y هي ناقص 10 على سبعة أعطوكم أرقام شوية مع كلين ولكن ستخدمهم ناقص 20 زائد 21 هي 1 على سبعة إذن هكذا لقنا X و Y قيمهم باش يكونوا المتجهتين متساويتان كي يبقى غير المهارات اللي تعقلوا عليها باش يكونوا متجهتين متساويتان خاص يكون عندهم نفس الإحداثية يعني نفس الأفصول ونفس الأرتوب دعنا وصلنا لنهاية التمرين تمنى أنكم تكونوا استفتوا من هذا الشرح ما تنسوش لايك وبرتجوا للفيديو مع أصدقائي ديلكم واللي ما زال ما اشتركش في القناة ادعوه للاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يبقى يوصلكم دائما التمرين والدروس الجديدة على القناة دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته